دكتور مصطفى طبعا انت مدرسيش انك اصغر مني صحيح شايف ازاي العلاقة بالاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية ايه العلاقة بين الاتنين؟ هو تحديدا طبعا يعني لا يسمح لي استاذي العالم الجليل ان انا يعني عزفا على مسالة في التوقيع غير التصديق حتى اتفاقيت فيينا في المدة 47 انا ما اعتقد قالت انه خلينا نتفق الاتفاق احنا وانت متعود معنا احنا بنخاطب المشاهد العادي عايزين الموضوع مش مقعر عايزينه بسيط هو بشأن انفاذ المعاهدة في التشريع الداخلي وتأثير ذلك على التشريعات العقابية تحديدا احنا بنقوله ان القانون الجنائي مظهر من مظاهر سيادة الدولة عايزين نقولها بقى ان بلغة تصل للناس ازاي القانون الجنائي مظهر من مظاهر السيادة للدولة اه يعني انت كده هتكلمني عن علاقة المعاهدات الدولية والقانون الجنائي القانون الجنائي من القوانين الحاكمة يعني لما دولة مواطن ليها يتخذ من ارضها ويتحاكم في دولة تانا ده انت قاس من سيادتها يجوز ان انا اتفق على اعمال بعض القواعد القوانين الاخرى لكن القانون الجنائي حتى اسد زيتنا ارسل مبدأ انه مظهر من مظاهر سيادة الايه الدولة اه التوقيع كما تفضنا استاذنا الكريم بينشئ التدام على الدولة لكن تبدأ المعاهدة بعد التصديق عليها اثر لذلك ايه برجع للتشريعات الداخلية بس على سبيل المدى خمسة فقط اثنين من القول المدى بتقول لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع اللاحق ينص على هذا الالغاء او يتضمن نصا او بدا يتعارض معه انا لو جبت المعاهدة او الاتفاقية وصدقت عليها ونشرتها اصبحت عندي ايه قانون فاذا تعارضت مع قانون سابق نسخته خلاص لان لا يجوز الغاء نص تشريعي يعني اذا نصر وقعت على اتفاقية وتم التصديق عليها على هذه الاتفاقية وفيها بند يتعارض مع بند في القوانين المصرية تنسخه يعني تلغي تلغي لا يجوز الغاء بسميه السلطان الزمن الى النص لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع اللاحق ينص على هذا الالغاء او يتضمن نصا او بند يتعارض معه يبقى المعاهدة لو دخلت بقانون جديد وتصدقت واستوفت شرائتها الشكلية عشان تصبح في قوة القانون اي نص تتعارض معه اصبحت هي الحاكمة في وقت ذا تمام هرجع للدول